توافقت لجنة شؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والوفد الحكومي المشارك في الاجتماع الأول المعني بمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 على مواصلة عقد اجتماعات لاحقة خلال الأيام المقبلة مع تقديم أسلة والسفسارات لأصحاب السعادة أعضاء المجلسيين مكتوبة إلى الحكومة لإعداد الإجابات اللازمة لها نحن سوف نتعاوم مكم في كل المجالات الباحث إن شاء الله سنوفر جميع البيانات المالية المطلوبة وليس هناك أي معلومات سوف نتردد في عين نحن نقدمها إلى لجنتكم الموقرة وأنا متأكد أن أصحاب السعادة نواب عارفين المشكلة وعارفين الوضع المالي وعارفين الميزانية بالنسبة لهذه الدولة وبالتعاون معكم إن شاء الله سوف نستطيع أن نصل إلى الميزانية التي إن شاء الله سوف تكون تنعكس خدمة للمواطن وخدمة للموظفين إن شاء الله ونتأمل منها خير على هذا الأساس انطلق الاجتماع الأول لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 توفقت خلاله لجنتات الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والوفد الحكومي المشارك على العمل بكل التعاون وتكامل لتسهيد عملية تدارس الميزانية وتمريرها طبعا هذه الأول مرة نتعامل مع خفضة سعر النفط حصل في سنوات سابقة وحتى في الميزانية السابقة كان هناك تعامل معها من تحسين الإرادات بمجموعة من السياسات التي تم تنفيذها أيضا بأقل التأثير على الاقتصاد والتي كان نتيجتها بشكل واضح أن الاقتصاد نظل ينمو اليوم نحن نتعامل مع هذه الميزانية أيضا بشكل واضح نحاول أن نوازن بين مستويات الدخل والمصروف وبشكل نعتقد أن نحن سنتمكن إن شاء الله مع السلطة التشريعية كلنا في قارب واحد كلنا مواطنين كلنا هدفنا أن نحافظ على نمو اقتصاد بلدنا وأيضا أن نمد مظلة الدعم للبحرينيين المستحقين لهذا الدعم بالنسبة للوزارة الإسكان الحمد لله طبعا الميزانية المخصصة لعام 2017-2018 تأتي وفق أسس ومبادئ طبعا أهم المبادئ أن هي تأتي في سياق أو متسق مع ما تفق عليه في برنامج عمل الحكومة وأهم ما فيها طبعا 25 ألف وحدة سكنية التي في واقع العمر استطاعت وزارة الإسكان تغطي عدد كبير منها وإن شاء الله سيتم استكمال ما تبقى خلال العامين القادمين أو من خلال الميزانية القادمة 2017-2018 هناك أيضا من المبادئ الأربعة التي في برنامج عمل الحكومة التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في برنامج مزايا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة سعادة نائب عبد الرحمن بوعلي استضافت الاجتماع المشترك الذي مثل الحكومة فيه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة وبدأ الاجتماع بعرض شامل عن تفاصيل الميزانية العامة ومقارنتها بالميزانيات السابقة وتم الاتفاق بعدها على إرسال جميع الأسئلة والاستفسارات من السادة أعضاء الشورى والنواب ليتم الرد عليها من قبل الحكومة لاحقا تم تقديم بعض الملامح الرئيسية عن الخدمات بالذات الخدمات الاجتماعية المقدمة من الحكومة في الميزانية العامة للدولة تم تداول بعض الأفكار ثم تم الاتفاق ما بين الجانبين على أن تقوم اللجنة المشتركة بتقديم أسئلة مكتوبة للحكومة وعلى أساس الحكومة تقوم بالرد ويعقد بعد استلام الجانب البرلماني للردود يكون هناك اجتماع آخر إن شاء الله ربما يكون بعد العيد بأسبوع بالكثير تصور وهناك سوف تكون الملامح الرئيسية النهائية إن شاء الله عند الأخوة في اللجنة المالية في المجلسين تم إعطائنا تفاصيل كاملة بالنسبة لمشروع الميزانية 2017-2018 وكان هناك نوع من التوافق في كثير من الأراء بالنسبة للسلطتين واتفاقنا على أن يكون هناك اجتماعات متكررة خلال الأسابيع القادمة لمناقشة تفاصيل الميزانية نحن كسلطة كلجن مالية بالنسبة لمجلس النواب اتفاقنا على أن يعقد هناك ثلاث اجتماعات أسبوعيا مبدئيا وإذا تطلب أن نعقد اجتماعات أخرى سيكون هناك اجتماعات أخرى تم في الاجتماع طارح بعض المواضيع منها المكتسبات للمواطنين في هناك إعادة المعايير بالنسبة للمكتسبات وتمينا وطلبنا من الحكومة أن تعطلنا المعايير الجديدة التي ستتغيرها بالنسبة لتحسين علاوة المتقاعدين علاوة القلاء وعاوة الأجار كل هذه نطلبها من الحكومة ما هي المعايير الجديدة لتخفيض هذه المكتسبات بالنسبة للمواطن كذلك تباحتنا فيه هناك نقطة التعادل بالنسبة حق دخول جميع الإرادات في الميزانية العامة للدولة الميزانية العامة للدولة تعاني من شح الإرادات وتضخم في المصرفات فنبقى نوصل إلى الحكومة إلى دخول جميع الإرادات الحكومية والهيئات في الميزانية العامة للدولة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أن السلطة التنفيذية حريصة على توفير كافة البيانات المالية المتعلقة بمشروع قانون الميزانية العامة وفق متطلبات السلطة التشريعية بمنتهى الشفافية وشدد معاليه على أن ما تشهده المملكة من أوضاع مالية استثنائية غير مسبوقة ناتجة على الانخفاض الحاد في متوسط سعر البيع العالمي للنفط تتطلب تعاونا وتفهما جميع الأطراف عبء كبير تحمله السلطة التشريعية على عاتقها لمناقشة مشروع الميزانية العامة لعام 2017-2018 فهذا المشروع يتطلب الدراسة والتعاون الكبير والبناء بين الجانبين الحكومي والتشريعي وهذا منص عليه دستور مملكة البحرين لوضع الوطني ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى دائما يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر